رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نباً بالخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا زلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام جلال الدين السيطي رحمه الله تعالى ولا زلنا في بيان مختلف فيه في أسباب نزوله بين المكي والمدني وإثبات دليل يرجح أحد الطرفين ومنها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون الآية الحج أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فنزلت قال ابن الحصار رحمه الله استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة ومنها قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الآية الفرقان قال ابن حبيب نزلت بالطائف ولم أقف له على مستند ومنها قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نزل بالجحفة في سفر الهجرة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك ومنها أول الروم روى الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله تعالى بنصر الله قال ترمذي غلبت يعني بالفتح ومنها وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية الزغرب قال ابن حبيب نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء ومنها وكأي من قرية هي أشد قوة للآية محمد قال الإمام السخاوي في جمال القرى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه مهاجر إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى فنزلت ومنها سورة الفتح أخرج الحاكم وغيره عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شان الحديبية من أولها إلى آخرها وفي المستدرك أيضا من حديث مجمع ابن جارية أن أولها نزل بكراع الغمي ومنها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية الحجرات أخرج الواحد عن ابن أبي مليكة أنها نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهر الكعبة وأذن فقال بعض الناس أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ومنها قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر الآية القمر قيل أنها نزلت يوم بدر حكاه ابن الفرس وهو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده ومنها قال الإمام النسفي رحمه الله قوله ثلة من الأولين الواقعة وقولوا أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون نزلتا في سفره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم أقف له على مستند ومنها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أخرج ابن أبي حاتم من طريق يعقوب عن أبي حرزة قال أن أبي حرزة قال نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك لما نزلوا الحجر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا من مائها شيئا ثم ارتحل ثم نزل منزلا آخر وليس معهما فشكوا ذلك فدعا فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها فقال رجل من المنافقين إنما مطرنا بنوء كذا فنزلت ومنها الآية آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات الآية الممتحنة أخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت بأسفل الحديبية نزلت بأسفل الحديبية ومنها سورة المنافقين أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا في غزوة تبوك وأخرج عن سفيانة أنها في غزوة في غزوة بن المصطلق وبه جزم ابن إسحاق وغيره ومنها سورة المرسلات أخرج الشيخاني رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنا إذ نزلت عليه والمرسلات الحديث ومنها سورة المطففين أو بعضها حكم الإمام النسفي وغيره أنها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة ومنها أول سورة قرأ نزل في غار حراء كما في الصحيحين ومنها سورة الكوثر أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله أنها نزلت يوم الحديدية وفيه نظر ومنها سورة النصر أخرج البزار والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداء فأمر بناقته القصوى فرحلت ثم قام فخطب الناس وذكر خطبته المشهورة ومن النوع الثالث معرفة القرآن النهاري والليلي أمثلة النهاري كثيرة قال ابن حبيب نزل أكثر القرآن نهارا وأما الليلي فتتبعت له أمثلة منها آية تحويل القبلة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصف أذأتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة وروا مسلمون عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية البقرة فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كلهم نحو القبلة لكن في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس الستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه أول صلاة صلىها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة فداروا كما هم قبل البيت فهذا يقتضي أنها نزلت نهارا بين الظهر والعصر وهو الصحيح قال القاضي جلال الدين أي البلقيني والأرجح بمقتضى الاستدلالي نزولها بالليل لأن قضية أهل قباء كانت في الصبح وقباء قريبة من المدينة فيبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح وهو واضح وقال ابن حجر رحمه الله الأقوى أن نزولها كان نهارا والجواب من عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة إلى من هو داخل المدينة وهم بني حارثة ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بني عمر بن عوف أهل قباء وهي تعتبر من ضواحي المدينة وكان السير في ذلك الزمان عسيرا وليس كاليوم يصلها الإنسان في خمس دقائق قد أنزل عليه الليلة مجاز من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والتي تليه وهو واضح قلت ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال مررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية البقرة حتى فرغ منها ثم نزل فصل الظهر ومنها أواخر آل عمران أخرج ابن حبان في صحيحه وابن المنذري وابن مردويه وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر عن آيشة أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك قال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر ومنها قوله تعالى والله يعصمك من الناس أخرج الإمام الترمذي رحمه الله والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس صرفوا فقد عصى من الله صلى الله عليك يا رسول الله وأخرج الإمام الطبراني عن أسمة ابن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت فترك الحرس ومنها سورة الأنعام أخرج الإمام الطبراني وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال نزل سورة الأنعام في مكة ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح أي يرفعون أصواتهم فيها ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا التوبة ففي الصحيح من حديث كعب فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ومنها سورة مريم روى الإمام الطبراني منع نبي مريم الغساني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولدت ولدت لليلة جارية فقال والليلة أنزلت علي سورة مريم سمها مريم صلى الله عليك يا رسول الله ومنها أول الحد بكره ابن حبيب ومحمد بن بركات السعيد في كتابه الناسخ والمنسوق وجزم به السخاوي في جمال القراء وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردويه عن عمران بن حسين أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم فرفع بها صوته الحديث ومنها آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب قال القاضي جلال الدين أي البلقيني والظاهر أنها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن الآية 59 ففي البخاري عن عائشة خرجت سودته بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتعشى وفي يده عرق فقلت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا فأوحى الله إليه وأن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكم لكن أن تخرجن إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن قال القاضي جلال الدين وإنما قلنا إن ذلك كان ليلا لأنهن إنما كنا يخرجن للحاجة ليلا كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك ومنها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على قول حبيب أنها نزلت ليلة الإسراء ومنها أول الفتح ففي البخار من حديث عمر لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين الحديث ومنها سورة المنافقين كما أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم ومنها سورة والمرسلات قال السخاوي في جمال القراء روي عن ابن مسعود أنها نزلت ليلة الجن بحراء قلت هذا الآثر لا يعرف ثم رأيت في الصحيح الإسماعيل ومستخرجه على البخاري أنها نزلت ليلة عرفة بغار منا وهو في الصحيحين بدون قوله ليلة عرفة والمراد بها ليلة التاتر منذ الحجة فإنها التي كان صلى الله عليه وسلم يبيتها بمنا ومنها المعوذتان فقد قال ابن أشتتة في المصاحف حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامل الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت ليلة آيات لم يرى مثلهن قال أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال الإمام السويطي رحمه الله فرعون ومنه ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح وذلك آيات ومنها قوله تعالى في آية التيمم في المائدة ففي الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح فلتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله تعالى لعلكم تشكرون المائدة ومنها ليس لك من الأمر شيء آل عمرانة ففي الصحيح أنها نزلت وفي الركعة الأخيرة من صلاة الصبح حين أراد حين أراد أن يقنط يدعو ألا أبي سفيانا ومن ذكر معه تنبيه فإن قلت فما تصنع بحديث جابر مرفوعا أصدق الرؤيا ما كان نهارا لأن الله تعالى خصني بالوحي نهارا أصدق الرؤيا ما كان نهارا لأن الله خصني بالوحي نهارا أخرجه الحاكم في تاريخه قلت هذا الحديث منكر لا يحتج به ومن أنواع القرآن النوع الرابع الصيف والشتاء قال الواحدي أنزل الله في الكلالة آيتي الكلالة كل شخص مات ليس له أصل ولا فرع وارث إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها وهي آية الكلالة وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة النساء وقد تقدم أن ذلك في سفر الحج حجة الوداع فيعد من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المائدة وقوله واتقوا يوما البقرة وآية الدين البقرة وصورة النصر ومنه الآيات النازلة في غزوة تبوه فقد كانت في شدة الحر أخرج الإمام البيهقي في الدلائل رحمه الله من طريق ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر إلا أظهر أنه يريد غيره غير أنه في غزوة تبوه قال يا أيها الناس إني أريد الروم فأعلمه وذلك في زمان البأس وشدة من الحر وجد بالبلاد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهاز إذ قال للجد بن قيس هل لك في بنات بني الأصفر قال يا رسول الله لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد أجبا بالنساء مني وإني أخاب أن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني فأذن لي فأنزل الله تعالى قوله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني التوبة وقال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر فأنزل الله قول نار جهنم أشد حرا التوبة ومن أمثلة الشتاء قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك إلى قوله ورسم كريم من سورة النور ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في يوم شات والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب فقد كانت في البرد ففي حديث حذيفة رضي الله عنه تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد الحديث وفيه فانزل الله يا أيها الذين أمذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إلى آخرها الأحزاب أخرجه البياقي في الذلائل ثم بيّن الإمام السيوطي رحمه الله النوع الخامس الفراشي والنومي من أمثلة الفراش قوله تعالى والله يعصمك من الناس من سورة المائدة كما تقدم وآية الثلاثة الذين خلفوا من سورة التوبة ففي الصحيح أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثة وهو صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها واستشكل الجمع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حق عاشة ما نزل علي اليوم في فراش مرأة غيرها قال القاضي جلال الدين ولعل هذا كان قبل القصة التي نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة قلت ضفرت بما يأخذ منه جواب أحسن أحسن من هذا فروا أبو يعلى في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أعطيت تسعا الحديث وفيه وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا يخفى وأما النومي فمن أمثلته سورة الكوثر لما روى الإمام مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الإمام الرافعي في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم لأن رؤية الأنبياء يوحي قال وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم ثم قال ورد في بعض الآيات أنه أغمي عليه وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تحتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي انتهى قلت الذي قاله الإمام الرافعي رحمه الله في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه والتاويل الأخير وأصح من الأول لأن قوله أنزل علي آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك بل نقول نزلت تلك الحالة وليس لت الإغفاء إغفاءات نوم بل الحالة التي كانت تحتري عند الوحي فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا النوع السادس الأرض والسماء تقدم قول ابن العربي رحمه الله أن من القرآن سمائيا وأرضيا وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار قال وأخبرنا أبو بكر الفهري أنتحد أخبرنا التميمي أخبرنا هبة الله المفسر أنه قال نزل القرآن بين مكة والمدينة إلا ست آيات نزلت لا في الأرض ولا في السماء ثلاث في سورة الصافات وما منا إلا وإلا له مقام معلوم الآيات الثلاث وواحدة في السخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا والآياتين من آخر سورة البقرة نزلت ليلة المعراج قال ابن العربي ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض قال وما نزل تحت الأرض في الغار فسورة المرسلات لما في الصحيحين عبد المسعود رضي الله عنه قلت أما الآيات المتقدمة فلم أقف على مستند لما ذكره فيها إلا آخر البقرة فيمكن أن يستدل بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود لما أسسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صدرة منتهى الحديث وفيه فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا أعطي الصلاة الخمس وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئا المقحمات وفي الكامل الهذلي نزلت آمن الرسول إلى آخرها البقرة بقاب قوسين النوع السابع معرفة أول ما نزل اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنه فتزوده لمثلها حتى فاجأوا الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال أقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم من سورة العلق فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بواجر الحديث وأخرج الحاكم في المستدرك والإمام البيهقي في الدلائل وصححاه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك وأخرج الإمام الطبراني في الكبير بسند على شرط الصحية عن أبي رجائن العطاردي قال كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة تقرأ باسم ربك الذي خلق قال هذه أول سورة أنزلت على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ قال وما أقرأ والله ما أنا بقارئه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان يقول هو أول ما أنزل وقال أبو عبيد في فضائله حدثنا عبد الرحمن عن سفيانة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم وأخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن أمط فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك فيرون أنها أول سورة نزلت من السماء وأخرج عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحراء إذ أتى ملك بنمط من دماج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في إكمال الإتقان في علوم القرآن بإذن الله